ولقد نادانا نوح ما في واحد من دون استثناء إلا وألمت به ملمة مصيبة شبح مصيبة خوف قلق مرض ضيق ذات يد بعض مستضعف لا يقوى على شيء الأبواب كلها مغلقة أمامه يشق من بيته من أهله من زوجته من جسمه من دخله من فوقه شأن الإنسان هو البعث وشأن الضعيف هو الطلب والدعاء والرجاء والتوسل لكن المؤمن يرجو الله وحده يثق بالله وحده يؤمن أن الله على كل شيء قدير وأنه يسمعه وأنا في طريقي إلى المسجد خطر في بالي أن من هو أكمل المجيبين ألم يقل الله عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون من هو أكمل مجيب هو الله جل جلاله فلماذا لأنه يسمع دعاءك ولو دعوت بنفسك سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداءاً ففي بإمكانك أن تضم شفتيك وأن تجعلهما لا تنبثان ببنت شفة وبإمكانك أن تدعو أن تدعو في سرك تقول يا رب أعني يا رب أنقذني يا رب لا تكلني إلى أحد سواك يا رب ليس لي أحد سواك يا رب أنا ضعيف فقويني يا رب أنا فقير فأغنني يا رب أنا جاهل فعلمني بإمكانك أن تدعو وأنت ساكت ولقد نادانا نوح فأكمل المجيب هو الذي يسمع لكن من كان دون الله عز وجل كيف يجيبك إن لم يكن إلى جانبك إن أعطاك رقم هاتفه وضع منك الرقم ماذا تفعل؟ إن كنت في مكان ليس معك رقم هاتفه ماذا تفعل؟ إن أعطاك رقم هاتفه وكان هذا الرقم معك واتصلت به فليس بالبيت ليس موجودا أو جهازه معطا هذا ليس مجيبا إذن أما الإنسان أينما ذهب أينما حل أينما ارتحل أينما توجه في بلده في موطنه في حله في ترحاله في سفره وحده مع الناس في مدينة في السحراء ولقد نادانا نوح أين نادى الله عز وجل ناداه في بطن الحوت في ظلمات ثلاث في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل في البحر في مكان الظلام دامس ينعدم الضوء كليا بعد مئتين متر تقريبا فالحوت إذا غاف في أعماق البحر ففي بطن الحوت ظلمة وفي البحر ظلمة والوقت ليل ظلمة الليل على ظلمة البحر على ظلمة قلب الحوت ولقد نادانا نوح فنعم المجيبون سيدنا يونس نادى الله عز وجل وهو في بطن الحوت فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك دنج المؤمنين فيا أخي المؤمن هل تجد مجيبا كالله عز وجل يسمعك أينما كنت أينما حللت أينما ارتحلت في أسرك في عسرك في غناك في فقرك في صحتك في مرضك الإنسان يحتاج إلى اتصال إلى هاتف إلى لرقية إلى مخابرة إلى صياح إلى كتابة إلى ترجمة أحيانا ترجم له أما الله عز وجل وأنت ساكت يعلم السر وأخفر يعلم سرك ويعلم ما خفي عنك ما معنى فيا نعم المجيبون نسمعك إذهبا إلى فرعون إنه طه فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى أنا معكم وقال موسى وقال أصحاب موسى إنا لمدركون لحؤون البحر أمامنا فرعون من ورائنا فرعون وما أدراك ما فرعون بقوته وجيشه وبطشه وحقده وجبروته إنا لمدركون قال كل إن معي ربي سيدين سيدنا إبراهيم جاءه جبريل قبل أن يوضع في النار سأله جبريل ألك حاجة قال منك قال لا ليس مني من الله قال علمه بحال يغني عن سؤالي فنحن هذه القصص ليست للاطلاع هذه القصص القرآنية سيدنا إبراهيم قبل أن يلقى في النار سيدنا يونس وهو في بطن الحوت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فأنت مؤمن ما عندك ورطة أطلاقا ما عندك مشكلة ما في ضائقاء ما في شبح مصيبة ما يصير بالمناسبة المتفوقون المؤمنون الصادقون يزداد نشاطهم في الرخاء وفي الطمأنينة وفي الصحة وفي الغنى لكن ضعاف الإيمان الرخاء لا يناسبهم الرخاء يعني الكفل الرخاء يعني النوم رخاء يعني التواني رخاء يعني صلاة فيها تكاثر الرخاء يعني غفلة عن الله عز وجل لذلك حكمة الله جل جلاله وهذا من فضله علينا أنه يسوقنا إلى بابه بالمشكلات يسوقنا إلى بابه الإنسان لولا المصائب لمن دفع إلى باب الله عز وجل لمن دفع إلى الله وإلى رسوله وإلى بيته وإلى مجالس العلم فهذه نعمة إن لو الله عز وجل تركنا هملا وبقي الناس في غفلة إلى أن جاء وقتهم المعلوم فاستحقوا النار الله جل جلاله مربي هو رب العالمين معنى رب العالمين يربي هذه النفس ينقلها من حال إلى حال من طور إلى طور من منزلة إلى منزلة من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإحسان إلى مرتبة الشهود إلى مرتبة الفناء إلى إلى بنقلك بقلبك فلذلك أكثر شيء تتعامل معه أنت أيها المؤمن هو الدعاء هل أقول لكم كلمة أوضح من ذلك بل إن الدعاء هدف لذاته ما يسوق الله للإنسان ما يسوق إلا كي ندعوه إلا كي نتدرع إليه إلا كي نقبل عليه إلا كي نتوسل إليه ولقد نادانا نوحا فلنعم المجيبون أول شيء يجعل الطلب من الله طلبا ذكيا أن الله معك أينما جهد أينما كنت مهما كنت في حرج مهما كنت في ورطة مهما كنت في ضيق مهما كنت في قبضة عدوه الله معك ولقد نادانا نوحا فلنعم المجيبون شيء الثاني الله يسمع إذن يسمعك في أشد الحالات يسمعك وأنت ساكت يعني إذا خطر في بالك أو إذا توجهت إلى الله في قلبك وقلت يا رب أنقذني ليس لي سواك أنا عبد ضعيف يعني إذا قلت يا رب أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي في يدك ناض في حكمك عدل في قضاءك أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أعوذ بك من أن تحل بي غضبك أو تنزل بي سخطك أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع غضبك لك العطفة حتى ترضى شي جميل جدا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بذنبي أبوء لك بمعمتك علي أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يعني ما لك مناجاة مع الله ما لك ساعة صفاء ساعة إقبال ساعة جعاء ولقد نادانا نوحاً يعني كأن الله جل جلاله إن كنت مصيباً في هذا الكلام كأن الله يسوق بعض المشكلات ليسمع صوت عبده الله فان إنه يحبك وأنت مطلوب عنده ولا تأتيه طوعاً لا تأتيه إلا بهذه الطريقة قلت لكم قبل قليل المتفوقون المؤمنون الصادقون جو الراحة النفسية والأمن والدعة هذا يزيدهم شوقاً إلى الله عز وجل واجتهاداً في طريق الله عز وجل لكن الضعاف إذا اطمأنوا أو اغتنوا أو أمور كانت ميسرة تماماً هذا من شأنه أن يقعدهم أن يبثئ بهم السير إلى الله عز وجل لذلك الله هو الحفيم يسوق لنا من الشبائد ما يدفعنا إلى بابه ما يجعلنا نلوذ به نقبل عليه نتوسل إليه نعتمد عليه نستغفره الشيء الثاني أيام إنسان يسمعك يسمعك لأنه وقت جنبك دخلك طولان يقول لك والله ما بيديش الأمر ليس بيدي أتمنى والله يعني إذا الإنسان بإحشاءه الداخلية صار في مشكلة مهما كان إنسان يحبه قريب منه يقول لك العين بصيرة واليد أصيرة أمر بيد الله عز وجل انتقلنا من صفة السمع وهو في أرقى حالاته أرقى حالات السمع أن يسمعك وأنت ساكت يكفي أن تتوجه إليه بقلبك يا رب ليس لي إلا أنت يسمعك لكن الله عز وجل ليس فقط يسمعك يسمعك وهو قادر على كل شيء قادر يوأي في الورم الخبيث بلا ذواء والله الذي لا إله إلا هو أشخاص كثيرون أعرفهم أخذت خزعات من رئاتهم أخذت إلى بلد غربي فإذا مرض خبيث من الدرجة الخامسة ولا سبيل إلى بقائه حيا أبدا لأن زرع الرئة ليس ممكن حتى الآن هذا الإنسان التجأ إلى الله واعتمد عليه وتوسل إليه والله الآن حي يرزق لا يشكو شيئا وقد مضى على هذه الحادثة أكثر من عشر سنين الشيء اللطيف أن الله ليس فقط سمعك على كل شيء قدير يفتح المجاري يحرك الأعصاب يحرك العضلات يدوي بالجلطة الدفام يجعله محكم هذا الذي حر به الأطباء هذا الذي يقول عنه الأطباء الشفاء الزاكي أي شفاء ذاكي شفاء رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين ألا تحب أن يكون الله معك كن مع الله ألا تحب أن يكون الله جليسك أتحب أن أكون جليسك يا موسى قال كيف ذلك يا رب؟ قال أما علمت أنني جليس من ذكرني وحيث ما التمثني عبدي وجدني فربنا عز وجل ليس سميعا فقط سميع وقادر أعطى أعدائك في قبضته أقوى جهة في الأرض في قبضته أعدائك أصدقائك أقربائك أهل بيتك أولادك من فوقك من تحتك من يلوذ بك من لا يلوذ بك المخلوقات الحيوانات الفيروسات الإنسان حسب قواعد العدوى لا يجب أن يكون ولا واحد صحيحة من الذي يحميك من هذه الفيروسات وهذه الأمراض الخبيثة وهذه الأمراض المعدية وهذه الأمراض السارية من يحميك؟ الله عز وجل سميع وعلى كل شيء قدير لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض أجلكم درس الماضي ما أعتقد طائرة على ارتفاع 43 ألف قدم فوق جبال الألب احترقت وانفجرت وانشطرت شطرين واحد وقع منها في مكان الانشطار وظل يهوي 43 ألف قدم إلى أن سقط على غابة مكسوة بالسلج بسماكة خمسة أمتار هذه الأمتار الخمسة مع مرونة الأغصان أغصان الثرو والسنوبر انتصت كل هذه الصدمة والاندفاع نزل واقفا وإذا العناية لاحظتك جفونها من فالمخاوف كلهن أمان إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك الشيء الثالث قيام شخص استمع إليك استمع وهو قادر على أن ينقذك من ورطتك لكنه لا يحبك لا يحبك لا يرحمك ربنا عز وجل يستمع إليك وهو قادر على أي شيء تطلبه منه والله عز وجل لحكمة يريدها يخلق من الضعف قوة من الفقر غنى تلاقي فقير عجيب الأمر ما هي إلا سنة أو سنتان حتى أصبح غنيا ضعيف أصبح قويا عليل أصبح صحيحا الشيء الثالث ربنا عز وجل رحمن رحيم لو يعلم المعرض حبي له وشوقي إليه وانتظار لترك معاصيه تقطعت أوصاله من حبي هذا حبي هذا شوقي لغير المؤمن فكيف شوقي للمؤمن أنت مطلوب أنا اخترت ثلاث صفات أنه سميع وأنه قدير وأنه محب هذا معنى فلنعم المجيبون لماذا هو نعم المجيبين لأنه سميع وقدير ومحب حفيف وحدة ما عد نعم المجيبين إعدة السمع لك شخصا يحبك حبا جمع ويحرص على كل مصالحك لكن بعيد عنك أيام بيكون الإبن بأمريكا والأب بالشن والإبن بار بيقدم روحه لو والده بس مهر والده وصار معه مرض مهر طيب لو كان معك وغير قدير ما في ساوي شيء طيب معك وقدير ما بيحبك لو أن صفة تخلفت ما عد فلنعم المجيبون مرضنا عز وجل أثنى على نفسه قال نعم المجيبون نحن فكم هو أحمق هذا الذي يتوجه لغير الله كم هو أحمق هذا الذي يعلقه آملا على غير الله عز وجل كم هو أحمق هذا الذي يبذل ماء وجهه لغير الله عز وجل كم هو أحمق هذا الذي يتضعبع لغني يريد ماله كم هو أحمق اسأل الله من فضله ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب اسأل الله من فضله أطلب من الله كل شيء إن سأدث الله عز وجل اسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل استعف به من النار وما قرب إليها من قول وعمل اسأله خير الدنيا والآخرة اسأله ما سأله النبي عليه الصلاة والسلام واستعذ به مما استعاذ به النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم كنت الله هنا الطمع الطمع مع الله عز وجل قم طموحا لا ترضى بالقليل قالت له امرأة سألت أميرا عطاءا أعطاها عطاءا كثيرا وزيره قال له يا سيدي كان من الممكن أن ترضى بالقليل كان يرضيها القليل لقد أعطيتها كثيرا فأجاب الأمير إن كانت ترضى بالقليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي قال له إنه كان يرضيها القليل وهي لا تعرفك بهذا الكرام قال إن كانت ترضى بالقليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي فربنا عز وجل ولله المثل الأعلى يعاملنا على أننا إذا رضينا بالقليل لا يرضى إلا بالكثير الدليل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني إذا واحد ملك قال له له واحد اطلب مني قال له أنا مرصاصي قال له أنا مرصاص اطلب سيارة اطلب بيت اطلب منصب رفيع ما لك يعني يطلب منك فالله عز وجل درس الأسبوع الماضي إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون تنوب الجنة تنوب ساعات الأبد هنا في أشخاص يعني يكفي أن يشتري هذا البيت هذا كل منا بس ما بدون في البيت يكفي أن يتزوج هذه المرأة انتهت كل طراراته من الله عز وجل ما أضعف هذا الإنسان ما أضعف بصيرته ما أقل طموحه إن كنت لا تعرف الله اعرسه هو أكرم الكرماء إذن أول نقطة نعم المجيبون لأنه يسمعك أينما كنت يسمعك بلا كلام يسمعك وأنت ساكت والدليل سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفية ومن الدعاء والنبي الكريم رأى أناسا يدعون الله بصوت مرتفع قال إنكم لا تنادون أصمة لو أنكم ناديتموه بقلوبكم لسمعكم نقطة ثانية لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض هناك أشخاص لضعف إيمانهم أخي لك أنا ما في أمل اتزواج ليش ما في أمل اتزواج ما معي حقبت شو الكلام هذا أنت أكرم من الله عز وجل لما الله بريد يخلق لك شيئا على غير قوانين الحياة لك الله عز وجل جعل الحياة قواعد ويخرقها دائما إكراما للمؤمن أبى الله إلا أن يجعل رزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجة ومعنى مخرجة أن كان مغلق الأمر نزلت فلما استحكمت حلقاتها أحيانا الطريق هذا مغلق الطريق مغلق وظيفة ما فيه تعيين ما فيه عمل حر ما فيه شركة ما فيه سفر ما فيه زواج ما فيه شراء بيت ما فيه هي استحكمت حلقاتها يبدو أن أنت تترق أبواب الأرض كل مغلقة أما إذا طرقت باب السماء فتحت لك كل الأبواب نزلت فلما استحكمت حلقاتها وكان يظن أنها لا تفرج هذا معنى قول الشاعر كن عن همومك معرضة وكد الأمور إلى القضى وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضى ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضى الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة الله عودك الجميل فقش على ما قد مضى مؤمن لك اتصال بالله مؤمن لك ثقة بالله مؤمن لك يقين بحكمة الله عز وجل مؤمن لك يقين أنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويضل من يشاء لكن بيده الخير فقط كله خير عطاؤه عطاء ومنعه عطاء وإذا كشف لك حكمته في المنع عاد المنع عين العطاء إذا كشف لك حكمته في المنع عاد المنع عين العطاء والمؤمن يتلو قوله تعالى فيقشعر جلده وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون المؤمن مستسلم إذا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوْحٌ فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ إذا سألت فاسأل الله إذا استعنت فاستعن بالله اعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسى له من بعده لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه هذا الإيمان الإيمان طمأنيني الإيمان تسليم الإيمان رضا بقضاء الله وقدره المؤمن دائما يقول يا ربي أنا راضم بقضائك حدثني أخ طبيب في مستشفى قال لي والله جاءنا مريض معه ورم خبيث في أمعائه وقال لي وهذا المرض من أشد الأمراض بل إن معظم المصابين بهذا المرض مهما كانوا متجلدين يصيحون صياحا عجيبا من شدة الآلام قال جاءنا مريض مؤمن معه ورم خبيث في أمعائه قال لي والله ما دخل عليه إنسان إلا وقال له اشهد أنني راض عن الله يا ربي لك الحق بقي أياما عدة إلى المال إلى الطعام إلى النوم تركتم الصلاة تركتم التفكر التذكر تلاوة القرآن العمل الصالح الله عز وجل يقول أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل آية ثانية قل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة آية ثالثة وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينته وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم الله في عنده كرب عظيم كرب لا يحتمل في أمراض وبيلة في زل في إهانة في تقييد حرية ثلاثين سنة محكوم في صحاب في غرفة صغيرة يعني أحيانا الله عز وجل بيكون الكرب العظيم فقد الحرية بيكون الكرب العظيم مرض كبير مرض خطير أيام الكرب العظيم زل أيام فقر بدقة تشتهي أن تأكل التراب أحيانا عضو من أعضاء الإنسان يتعطر واحد أصيب مستقيمه بشلن مستقيمه آخر مكان بالأمعاء الغليظة إذن القذر لا يخرج عرض على إنسان عشرة آلاف ليرة كل شهر لينزل بأصبعه هذا القذر ما في أمكان نعمة أن الإنسان يخرج من دون مساعد هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها لو أن القناة الدمعية سدت لأصبحت حياة الإنسان جحيما دائماً الدمع نازل والدمع قلوي والجلد حساس دائماً في خط ملتهب والقناة الدمعية دقيقة جداً فقد البصر أليل فقد السمع أليل شلال أليل الإنسان ثقيل كل مكانتك وكل كرامتك وكل محبة نازلك لأنها تتحرك بنفسك لو فقدت هذه الحركة والله لتمنى أقرب الناس إليك انتهاء الحياة يتمنى نهاية الحياة أنت محبوب لأن الله عز وجل أعطاه قوة محبوب ظل خفيف لأنه خفيف أما إذا الإنسان يصيب بالشلال وأصبح طريح الفراش عندئذ يتمنى أهله وأقسم بالله يفرحون بوفاته ولو لبسوا السواب ولو أطالوا زقونهم مظاهر هاي لكنه إذا فقد الإنسان سمعه أو بصره أو قوته أو عقله عقله يخافوا منه بصير بالدوافطة لأصير هذا كرب عظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم أيها الإخوة الأكارم لا تسلك سبيلا يكون الكرب العظيم لا بد منه لا تمشي مع الله طريق مزدود الكرب العظيم يراه الناس رأي العين فيضانات أعاصير إعصار الذي ضرب أمريكا ترك خسائر 30 مليار دولار 30 مليار يعني بقدر نفقات لحرب الفلوس فيضانات 1500 إصابة في الباكستان فيضانات سقيع أحيانا أحيانا حرائق أحيانا نجوح حروب أهلية أمراض الإدف كرب عظيمة هذا مقدرين بعد أدة سنوات 20 مليون إنسان يموت بالإدف في أمراض كرب عظيم في وباء في ماء في هواء عصير في كما قال الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض في مدينة إثنى فيزوف بسفح جبل فيزوف في إيطاليا صار بركان الشاعة الثانية ظهرا هذا البركان حمم من اللهب مع رماد بركاني رفع الحرارة إلى 800 درجة وغاز خانق معه فهذا الرماد تراكم فوق هذه المدينة ودمرها عن آخرها بعد مئات الأعوام أثناء التنقيب وجدوا مدينة وهم يأكلون الطعام هذا الرماد أصبح كالصخر وأصبحت الأشياء التي كانت وقتها فراغات حقنوها بالجبصين السائل فإذا مشاهد لا تصدق امرأة تنحني على قفلها وناس يجمعون الحلي من الخزن من الخزائن مدينة جاءها الكرب العظيم بعد الظهر كل إنسان مات في حاله حتى بعض الكلاب في حال الزعر حتى المساجين من السجون نقبوا في هذه المدينة كل شيء كل شيء فيه فراغ حقنو جبصين سائل فلما تجمد هذا الجبصين ظهر الشكل تعامهم شرابهم حماماتهم قصورهم بيوتهم هذا كرب عظيم فيه نكبات فيه زلازل فيه زلازل تضرب المدينة بأكملية فيه قنابل نووية على هيروسيما أجد ثلاثمائة ألف قتيل في ثمان ثواني أصبحوا قتلا ففيه كرب عظيم فالإنسان لا ينجو من الكرب العظيم إلا إذا كان مع الله وكذلك ننجي المؤمنين اسمعوا الآية فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الكرب وكذلك ننجي المؤمنين قال ونجيناه وأهله من الكرب العظيم من هم أهله الذين آمنوا به كلمة الأهل في القرآن تعني المؤمنين وجعلنا ذريته هم الباقين لأن سيدنا نوح كل من ركب في السفين نجا ومن لم يركبها هلك قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموجود فكان من المغرقين هل جاءتهم رأة هكذا تروي القصص فسيدنا نوح قالت له يا نوح متى الطوفان قال لم يأتي بعد قالت إذا جاء الطوفان لا تنسني قصة قد تكون رمزية سيدنا نوح وهو في السفين والبحر والطوفان في أوجه تذكر المرأة نسيها فلما انتهى الطوفان قالت له يا نوح متى الطوفان يعني الله عز وجل لا ينسى وينجي كل مؤمن قال وتركنا عليه في الآخرين معنى هذه الآية تركنا عليه إسما طيبا وصمعة حسنة وذكرا عطرا في الصعوب التي جاءت بعدها وهو مهم جدا إنسان يموت إما أن يقال لعنة الله عليه في كل مجلس أو أن يذكر بالحسنة فجزء من إكرام الله للإنسان أن المؤمن يثني عليه نفس له صمعة طيبة له ذكر حسن تتعطر المجالس بذكره أما أهل الكفر والنفاق يعني أينما حلوا يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون هنا وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في الدنيا والآخرين إنا كذلك نجزي المحسنين يا أخوان العاقبة للمتقين أنت ماشي مع رب العالمين ماشي مع خالق الكون إذا كنت معه فالعقبة لك ينصرك ويؤيدك ويوفقك ويسدد خطاك وهذا معنى قول الله عز وجل إن الله مع المتقين قالوا هذه معية خاصة هو معهم بالنصر والتأييد والتوفيق معهم بالنصر والتأييد والتوفيق وهو معكم أينما كنتم هذه مع أي عامة حتى مع الكافر لكن إن الله مع الصابرين إن الله مع المتقين هذه معية النصر والتأييد معية التوفيق معية الرضا معية العناية يا أخوان أروع ما في هذه الآية أن الله عز وجل بعد أن قال وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ هذه قصة وقعت مرة واحدة من أجل أن يجعلها الله قانونا من أجل أن تكون لك أنت أيها المؤمن الله عز وجل قال إِنَّا كَذَلِكَ نَجْلِ الْمُحْسِنِينَ لأنه كان محسن هكذا عاملنا كان أنت محسنا وتعامل كهذه المعاملة على نطاق طبعا آخر معناها إذا كان جاء كرب عظيم إذا جاء بلاء إذا كنت في ضيق مادي إذا شبح مصيبة شبح مرض خطير خلاف زوجي ضيق ذات اليد في مشكلات لك عدو قوي أنت مستضعف أنت ملكك هذا كرب عظيم إقراء الأصحي هذه ليست للقراءة ليست للفهم فقط للتطبيق والدليل إِنَّا كَذَلِكَ نَجْلِ الْمُحْسِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى أَأْتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْلِ الْمُحْسِنِينَ أرواع ما في القصة أن الله بهذا التعقيد جعلها قانونا معناها أنت أنت أيها المؤمن أنت 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 المعني بهذه القصة أنت المطالب بها إذا جاءك كرب عظيم توجه إلى الله عز وجل واعتمد عليه وتوكل عليه ولد بحماه وقل يا رب ليس لي إلا أنت من أجل أن ترى كيف أن الله جل جلاله يزيح عنك هذا الكرب العظيم هذه قصة من أجل أن نعيشها من أجل أن نمارسها من أجل أن تكون لنا نبراسا في حياتنا كلما ألم بك شيء له بالله عز وجل لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة ما نقل الله عز وجل نحن عبيد نحن ضعاف نحن مستضعفون لكن الله هو القوي لذلك يا رب كيف نظل في هداك وكيف نظل في عزك وكيف نفتقر في غناك وكيف نضام في سلطانك يا رب حاشا أن نظل في هداك وحاشا أن نفتقر في غناك وحاشا أن نذل في عزك وحاشا أن نضام في سلطانك هذا هو الإيمان يا رب الإيمان أن تكون مع الله أن تكون معه في طاعتك وفي التجائك وفي توكلك وفي ثقتك به هذا هو الإيمان هذه القصة يجب أن تكون شعارا لكل مؤمن يعني باللغة الدارجة يعني يا عبادي ما هتلاقوا مثل مني مجيب الكل سألوا جربوا إن سمع ما بيقدر وإن قدر ما بيسمع وإن سمع وإدر ما بيحبك ما بيخدمك إن سمعت قد لا يملك القوة والله ما بيدي شيء والله بتمنى والله قلبي معك ولا بتقطع علبي من أجلك بس العين بخيرة وليل أصيرة إن سمعك ما بيقدر وإذا بيقدر ماذا ما قتل لي ما تخبرناك ما لإيمانك مش كثاني وإن سمع وكان بيقدر بس عدوك ما بيحبك أما ربنا عز وجل سمعانك سمعانك وقدير على كل شيء وبيحبك هذا معنى ولقد نادانا نوح فنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ومن الكرب العظيم الموت بين إنسان يموت والله راض عنه والموت عرسه وللصائم فرحتان فرحة يوم يفطر وفرحة يوم يلقى الله عز وجل وبين يكون أكبر كرب عظيم هو الموت نهاية كل المتاع بداية كل التبعات يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة عليه لك وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين في أجمل من كلك ذكر حتان بعد الموت كل ما انذكرت الله يرحمه الله يعلم مقامه ترك أثر طيب ترك علم نافع ترك طلاب جيدين هذا الذكر حسين هذا أعظم عطاء يعني في إنسان أعزه الله كالنبي الكريم ما أعتقد في إنسان بالعالم كله اذهب إلى المسجد النبوي الشريف شيء لا يصدق مئات الألوف كلهم يبكي ما يلتقوا معهم ما هذا الذكر ألم يقل الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك وانت كمؤمن أنا بيرفع شأنك يقول لك ذكر طيب سلام على نوح في العالمين إِنَّا كَذَلِكَ نَجْلِ مُحْسِنِينَ كُنْ مُحْسِنُ من الإحسان أن تستقيم على أمر الله من الإحسان أن تلتزم السنة من الإحسان أن تنفق من علمك من مالك من جاهك من كل شيء من الإحسان أن تأتي حركتك في كل شيء وفق المنهج وفق السنة هذا الإحسان قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلى أنت تتبحوا فيه إحسان كمان قال وليحد أحدكم شفرته وليرح زبيحته زبح شاتاً أمام أختها فاغضب النبي قال له هلّا عزلتها عن أختها أتريد أن تميتها مرتين فيه إحسان بالذبح كمان فيه إحسان بقتل العقرب لا تعزبوا ضربة واحدة إحسان بالتربية إحسان في البيع والسراء إحسان بالكلام الله عز وجل أمرنا بالإحسان إذا كنت محسنان فلا تخف إنه الله عز وجل معك وسينصرك من الكرب العظيم هذه قصة على إيجازها قصة موجز جده اسمها حدث واحد ولقد نادانا نوح فنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجل المحسنين والحمد لله رب العالمين